ألف كلمة إنجليزية في دقائق تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة سوف نجري مراجعة لخمس كلمات إنجليزية مهمة جدا نأخذ أهم مرادفاتها ونأخذها في جملة أيضا حتى نتعلم كيف نستخدمها بطريقة الصحيحة وباللفظ الصحيح ركز جيدا معي من الآن حتى نراجع هذه الدروس وبالأخير نهاية الحلقة تأخذ الخمس كلمات الموجودة التي ستمر علينا وتكون جملة مفيدة عن كل كلمة من هذه الكلمات وهذا هو اختبارك وأيضا تكتب الأجوبة كلها بالتعليقات أنتظر إجاباتكم Let's begin كلمة الأولى current current تيار مجرى أو شيء حالي أو جاري current current existing inflow stream هذه أهم مرادفات كلمة current Keep abreast of current events Keep abreast of current events مواكبة الأحداث الجارية Keep abreast مواكبة of current current الجارية events أحداث Keep abreast of current events نأخذ المثال الثاني على كلمة current The other meaning of the word is still current المعنى الآخر للكلمة لا يزال ساريا The other meaning of the word is still current The other meaning of the word is still current The other meaning of the word is still current إذا تلاحظون أكرر عليكم الجملة عدة مرات حتى تتقنوا اللفظ الصحيح لهذه الجملة ولكل الجمل حاول تكرار جميع العبارات والجمل بالصوت عالي حتى تحفظها بشكل جيد وكتبها في كراسك لتعلم وإتقان وتحسين الكتابة باللغة الإنجليزية نأخذ الكلمة البعضها Create Create خلق أبدع أو أحدث أو أنتج هذه معاني كلمة create مرادفاتها مرادفاتها Inspire Output Make Inspire Output Create 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 أمثلة على كلمة create I will create It will create Convusion It will create Convusion It will create confusion سيخلق بلبلة أو قلق Artists need space to create يحتاج الفنان إلى مساحة للإبداع Artists الفنانين need space يحتاجون إلى مساحة to create للإبداع للإبداع اقرأ معي Artists need space to create كلمة البعضة كلمة crime 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 جريمة أو جناية أو ذنب crime 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 مرادفات كلمة crime offense 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 criminality 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 نقرأها بالإنجليزية البريطانية criminality بالإنجليزية الأمريكية criminality 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 crime جريمة أو جناية نأخذ أنثلة على كلمة crime He reported a serious crime أبلغ عن جريمة خطيرة He reported a serious crime He reported a serious crime أقرأ معي He reported a serious crime المثال بعده It's no crime to ask the question It's no crime to ask the question طرح السؤال ليس جريمة It's no crime to ask the question It's no crime to ask the question It's no crime to ask the question Culture culture ثقافة أو حضارة culture culture ثقافة أو حضارة civilisation education هذي أهم مرادة فهات كلمة culture She is a woman of culture She is a woman of culture إنها إمرأة ذات ثقافة She is a woman of culture She is a woman of culture She is a woman of culture He always interested in high culture He was always interested in high culture He was always interested in high culture كان دائما مهتم بالثقافة العالية الكلمة الأخيرة قدنا في هذه الحلقة customer customer زبون أو عميل customer customer أهم مرادفاتها client client shopper client shopper client shopper customer customer She is a tough customer She is a tough customer She is a tough customer إنها زبون صعب مثال الأخير في هذه الحلقة لدينا customer experience تجربة العملاء customer experience customer experience ممتاز الآن حفظنا هذه الكلمات حفظنا أهم العبارات والكلمات الجديدة المرت علينا اختبارك الآن وهو مهم جدا لك مهم جدا جدا لحفظ الكلمات حاول أن تأخذ كل كلمة من كلمات اليوم الخمسة وتكون جملة مفيدة تكتبها بالتعليق انتظر إجاباتكم على هذا الاختبار إذن شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الضغط على إعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تحصلوا على جميع الدروس المجانية نحن نضع الكثير من الجهد والوقت لإفادتكم ولإفادة أكبر عدد من الناس ولهذا السبب لا تنسى مشاركة هذه الحلقة وجميع الحلقات لجميع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية حتى نساعد أكبر عدد من الناس شكرا لكم على المتابعة وأتمنى لكم الموفقية وذا عدتكم أي سؤال اكتبوا بالتعليقات وإن شاء الله بأقرب وقت أجيب عليكم شكرا لكم وإلى اللقاء قريبا في أمان الله